اشتركوا في القناة ونقل سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس الشيشاني كما اشهد سموه بالعلاقة الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الشيشان الصديقة والتي شهدت تطورا كبيرا في ظل الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفداء يده الله ورعاه بزيادة حجم التعاون البحريني الشيشاني في مختلف المجالات وأكد سموه أن هذه اللقاءات والمشاركات دليل واضح على مدى تطور العلاقات والرغبة في توسيعها من خلال التنسيق المشترك بين الجانبين مشيدا بما وصلت إليه هذه العلاقات من تميز على جميع الأصعداء من جانبه تقدم فخامة الرئيس رمضان أحمد قادروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة بشكر والتقدير على حسن الاستقبال كما أشهد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين جمهورية الشيشان ومملكة البحرين في مختلف المجالات والتي تشهد نموا متصاعدا في ظل رغبة البلدين الصديقين وأشهد فخامة الرئيس الشيشاني بالنهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات كما أشهد بنجاح الفعاليات المثالية التي تقام على أرض المملكة ومن بينها معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع وفي نهاية اللقاء قدم فخامة الرئيس الشيشاني هدية تذكارية إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر